قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكريمة بن عمار عن عبد الله بن زيد أو بدر أنا أشك عن طلقي بن علي الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها قال حدثنا أبو النظر قال حدثنا أيوب بن عبت حدثنا عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده حثنا عبد الصمد قال حدثنا ملازم قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إزاره فطارق به رداءه ثم قام فصلفوا لما قضى الصلاة قال كلكم يجيد ثوبين قال حدثنا حمد بن خالد قال حدثنا أيوب بن عطبة عن قيس بن طلق عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أحدنا إذا مس ذكره قال إنما هو بضعة منك أو جسدك قال حدثنا يونس حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عيسى بن خثيمين عن قيس بن طلق أن أباه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الصلاة في الثوب الواحد فلم يقل له شيئا فلما أقيمت الصلاة طارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثوبيه فصل فيهما حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور قال حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر عن علي بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونوا بتراني في ليلة قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال وكلكم يجيد ثوبين حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا فإن أغمي عليكم فأتموا العدة قال حدثنا موسى حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى حدثنا موسى حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل فقال مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو منك قال حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر عن طلقي بن علي قال وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما ودعنا أمرني فأتيته بإداوة من ماء فحثى منها ثم مج فيها ثلاثا ثم أوكأها ثم قال اذهب بها فانضح مسجد قومك وأمرهم يرفع برؤوسهم أن رفعها الله قلت إن الأرض بيننا وبينك بعيدة وإنها تيبس قالا فإذا يبسد فمدها قال حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا محمد بن جابر عن قيسي بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن لها عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس صموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأتموا العدة حثنا قران بن تمامين عن محمد بن جابر عن قيسي بن طلق عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره في الصلاة قال هل هو إلا منك أو بضعة منك قال حدثنا عفان حدثنا ملازم بن عمر السحيمي حدثنا جدي عبد الله بن بدر قال وحدثني سراج بن عقبة أن قيس بن طلق حدثهما أن أباه طلق بن علي أتنا في رمضان وكان عندنا حتى أمس فصلى بناء القيامة في رمضان وأوتر بنا ثم انحضر إلى مسجد ريمان فصلى بهم حتى بقي الوتر فقدم رجلا فأوتر بهم وقال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول الهوتراني في ليلة قال حدثنا عبد الصمد وحدثنا علي بن عبد الله قبل أن يمتحن عن ملازم بن عمر قال حدثني هوذة بن قيس بن طلق عن أبيه قيس بن طلق عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ملازم قال حدثنا سراج بن عقبة وعبد الله بن بدر وحدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أيوب عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد قال فكأنه لم يعجبه عملهم قال فأخذت المسحات فخلطت بها الطين فكأنه أعجبه أخذ المسحات وعملي فقال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ملازم بن عمر السحيمي قال حدثنا سراج بن عقبة عن عمته خلدة بنت طلق قالت حدثني أبي طلق أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء صحار عبد القيس فقالا يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا فأعرض عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله ثلاث مرات حتى قام فصلى فلما قضى صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم من سائل عن المسكر لا تشربه ولا تسقيه أخاك المسلم فوالذي نفسي بيده أو كالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكره فيسقيه الله الخمر يوم القيامة اشتركوا في القناة